السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنتطرق الحصة الظواهر اللغوية مكوين التراكيب هذه الحصة تندرج دمن الأسبوع الأول من الوحدة الأولى مجال الحضارة المغربية المرجح المفيد في اللغة العربية للمستوى الرابع إذن علمان درسنا لهذا اليوم الجملة المفيدة إذن بداية ما هو معنى الجملة المفيدة إذن الجملة المفيدة هي التي تفيد أو تعطينا معنا تاما وقد تكون مركبة من كلمتين أو ثلاثة أو أكثر إذن مثلا إذا قلت ركبة هل سأفهم الشيء لن أفهم الشيء ركبة ما الركبة على ماذا ركبة إذن لم أفهم شيء أن الجملة هنا مكونة فقط من كلمة واحدة لا يهي الفعل ولكن إذا قلت ركبة الفارس فرسا إذن هنا لدي جملة مفيدة جملة مفيدة ألاحظ وأكتشف أقرأ ما كتب في كل عمودي من الجدول وأقدم ملاحظاتي لأفراد مجموعة إذن العمود الأول المآثر البرنامج تعتز لاحظوا معي هنا العمود الأول في الجدول به كلمة واحدة في كل جملة هناك كلمة واحدة هل فاهمت شيئا؟ المآثر ما بها المآثر؟ يعني لم أفهم ماذا يقصدون بالمآثر هنا معنى غير تام إذن جملة غير مفيدة البرنامج كذلك تعتز كذلك إذن هنا هذا العمود جمل غير مفيدة بينما العمود الثاني المآثر جميلة لاحظوا مع المآثر كيف هي هذه المآثر جميلة إذن معنى تام ومفيد البرنامج شيق أيضا جملة مفيدة تعتز الأمة بالمآثر لاحظوا معي هنا جملة مفيدة تتكون من ثلاث كلمات إذن وهذا العمود به جمل مفيدة تامة المعنى جمل مفيدة تامت المعنى إذن إطلاقا من الجدول أحدد الفرق بينما هو موجود في العمودين إذن العمود الأول جمل مفيدة جمل غير مفيدة العمود الثاني جمل مفيدة وتامت المعنى أذكر ما تفيده كل جملة من الجمل جمالي العمود الثاني إذن تفيد كل جملة من جمل العمود الثاني معنى تاما تفيد معنى تاما بما نسمي جملة التي تفيد معنى تاما نسميها جملة مفيدة الجملة التي تفيد معنى تاما تسمى جملة مفيدة استنتج الجملة الجملة المفيدة تفيد معنى تاما وتتركب من كلمتين أو أكثر إذن الجملة المفيدة كما قلت في البداية تفيد معنى تاما وهي تتركب من كلمتين أو أكثر أطبق أرتب الكلمات الآتي لأكون جملتين مفيدتين إذا لدينا المسجد عالية زرت الصومعة إذن مثلا الصومعة عالية عالية زرت المسجدة إذن الجملة الثانية زرت المسجدة زرت المسجدة إذن الصومعة عالية زرت المسجدة تمريل الأخير أركب ثلاث جمل مفيدة إذن مثلا بنى صناع المعلمة جملة الثانية المغرب 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 حضارة عريقة جملة 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 الأخيرة زار السياح سياح صومعة حسان أو زار سياح سياح ساحة الهديم سياح الصناع المعلمة المغرب حضارة عريقة زار السياح ساح